بعد أن نهبت رواتب الموظفين لأكثر من خمس سنوات لجأت ميليشيا الحوثي إلى إصطار قرار يقضي بإلزام المدارس الأهلية بدفع مرتبات عدد من المعلمين في المدارس الحكومية كعملية حوثية جديدة للنهب وجمع الجبايات والتحايل على مستثمرية المدارس الأهلية في صنعاء ومناطق سيدرتها خضوة حوثية اتخذها البعض محل سخرية لما تقوم به الميليشيا الكهنوتية من ضرب للعملية التعليمية لكي تضر المدارس الأهلية إلى أغلاق أبوابها وتصاب العملية التعليمية فيها بشلل تام كما يحدث مع غالبية المدارس الحكومية التي أغلقت أبوابها بسبب الممارسات والتعصفات الحوثية مراقبون اعتبروا هذا القرار بأنه سيفرز تداعيات كارثية على المدارس بسبب عجزها عن استيفاء متطلبات العملية التعليمية ورواتب مدرسيها إلى جانب ما يتم فرضه عليها من جبايات تتعلق بالزكاة والضربة ودعم جبهة الحوثية نهيك عن المناسبات الحوثية التي لا تكاد تتوقف الجدير بالذكر أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي تعهد مطلع العام الدراسي الجاري بأن يتم تسليم حوافز شهرية من قبل وزارة التربية والتعليم للمعلمين في المدارس الحكومية وقدرها 30 ألف ريال وتبدأ عملية الصرف مطلع سبتمبر إلا أن الميليشيا اعتذرت عن دفع المبالغ السابقة وتم تأجيلها إلى وقت آخر كعادتها في المماضلة والتسويث خضوات حوثية تسعى من خلالها الميليشيا إلى شل العملية التعليمية إما من خلال قراراتها التعسفية بفرض مبالغ مالية أو عن طريق تجهيل العملية التعليمية وتحريف مسارها من خلال تعديلات ضائفية أجرتها الميليشيا على المناهج منذ أن صيدرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاحة